الثالثة بتوقيت القاهرة الواحدة بتوقيت جرانيتش مجاز الأخبار من التلفزيون المصري أهلا بكم بحث سامح شكري وزير الخارجية مع مارغيرت سيسكيناس نائب رئيسة المفوضية الأوروبية المفوض الأوروبي لنشر وتعزيز أسلوب الحياة الأوروبية بحث جهود التصدي لظاهرة الهجرة غير الشرعية حيث أكد شكري أهمية الانتقال بملف التعاون في هذا المجال إلى مستوى سياسي وفق مبدأ الشراكة في تحمل الأعباء وأكد شكري أهمية المكاون الاستثماري في العلاقات مع الاتحاد الأوروبي خاصة مشاريع الربط الكهربائي وأهمية تقديم الدعم السياسي لترك المشروعات خلال اللقاء شدد شكري وزير الخارجية على أهمية قيام المفوضية الأوروبية بتعزيز التمويل المقدم للشركاء من الدول النامية الأكثر تضررا من الأزمات الدولية الراهنة صرح السفير حسام زكي الأمين العام المساعد المشرف على شؤون مجلس جامعة الدول العربية أنه من المنتظر أن تعقد القمة العربية الثانية والثلاثون بالمملكة العربية السعودية في التاسع عشر من مايو المقبل وأفاد زكي أن هذه الخطوة تأتي عقب المشاورات التي قام بها الأمين العام للجامعة أحمد أبو الغيط مع حكومة المملكة العربية السعودية التي أفادت بترحيبها بعقد القمة في التاريخ المشار إليها وأضاف الأمين العام المساعد أن القمة سيسبقها عدة اجتماعات تحضيرية على مستوى كبار المسؤولين والوزراء تمهيدا لانعقادها على مدار خمسة أيام شارك الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط في فعالية إطلاق الخطة العربية للوقاية والحد من أخطار المخدرات على المجتمع العربي وكذلك توقيع إطار العمل الإقليمي للدول العربية 2023-2028 بمشاركة غادوالي وكيلة الأمين العام للأم المتحدة المدير التنفيذي لمكتب الأم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة وأشهد أبو الغيط بالخطة العربية للوقاية والحد من أخطار المخدرات على المجتمع العربي والتي اعتمدها مجلس الوزراء شؤون الاجتماعية في دورته العادية الثانية والأربعين أكد رئيس مجلس السيادة الانتقالية السوداني الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان أهمية السعي لبناء قوات مسلحة ملتزمة بالمعايير التي ترتضيها الأنظمة الديمقراطية وأشار البرهان خلال كلمة ضمن ورشة الإصلاح الأمني والعسكري إلى أن الجيش السوداني لن يتردد أو يتأخر في إنفاذ التزامات مؤكدا أن الجيش السوداني لن يقف حجر عثرة أمام إصلاح الدولة أكدا لرئيس الروسية بلاديمير بوتين أن روسيا والصين لا يعملان على تأسيس تحالف عسكري وضف بوتين أن التعاون العسكري بين موسكو وبكين يتسم بالشفافية مشيرا إلى أن القوى الغربية تبني محورا جديدا يشبه إلى حد ما تحالف ألمانيا واليابان إبنى الحرب العالمية الثانية يأتي هذا في وقت دعت دول غربية للتعامل الجاد مع المبادرة الصينية لحل الأزمة الأوكرانية نهاية مجد ثالثة من التلفزيون المصري شكرا لطيب المتابع وإلى اللقاء شكرا لطيب المتابع woبر